كل سادة المرافقون عبر هذا الصباح نحن مستمرين في هذه الفقرة وفي هذه التقرير نشاهد واحدة من السروات العظيمة وهي شجرة التبلدي نتعرف على واحدة من القيم القزائية التي تكون داخل هذه الشجرة وهي قيم مضاعفة لبيتامين سي وأيضا كل مصابي ارتفاع الكورسترول في الدم عليهم بهذه الشجرة التبلدي نفعل هذا التقرير فيكم شجرة التبلدي في بيئة كردفان مستقرا ومقاما فانتشرت الشجرة حتى صارت أبرز المعالم التي تميز المنطقة وهي شجرة ضخمة طولا وعرضا ويصل عمرها بحسب الدراسات أكثر من ألفي عام لذا ظلت شاهدا على كل الحكب والعصور التي مرت على منطقة كردفان خبر الناس هنا فوائد التبلدي منذ أمد بعيد فهي شجرة كثيرة الفوائد عظيمة الأثر تتخذ كرمز للقوة والمنعة والشموخ وصارت مثالا للصبر ومقارعة التحديات فهي تقاوم كل الظروف البيئية وتعيش عمرا مديدا وعطاءا متصلا هكذا إذن شجرة التبلدي تتبوأ مكانا خاصا من الحب والتقدير عند أهل كردفان فقد كانت التبلدية محور التقاء نمت حوله التجمعات السكانية وقامت بجواره القرى وسميت على أثر قيمتها ومكانتها المسميات فتوصف بها الطرق والمعالم في البوادي وترسم وتحدد بها الحدود في الأراضي وتعقد تحت ظلالها التصالحات والتحالفات وتقام على ثراها المناسبات السعيدة والاحتفالات أثبتت الدراسات القيمة الغذائية الكبيرة لشجرة التبلدي فكل جزء منها له قيمة واستخدام خاصة ثمارها التي يستخدمها السودانيون على نطاق واسع كعصائر ومثلجات لما تحتويه من عناصر غذائية متعددة تتخذ شجرة التبلدي رمزا لولاية شمال كردفان فهي تعتل الدواوين الحكومية وتزين اللقاءات الرسمية والاجتماعات ولعل هذه الشجرة من أشهر وأهم أشجار التبلدي في كردفان هي ما يسمى بتبلدية البروج التي كانت شاهدة على معركة شيكان بين أنصار الإمام المهدي وحملة هيكس في العام 1883 وما تزال هكذا صبية تحدث عن التأريخ والبطولات كتب الكثير من الشعراء وتغزلوا في شجرة التبلدي ووصفوا تأثيرها في حياة الناس وأطلقوا عليها الصفات والمسميات وتعهدوها بالرعاية والاهتمام وصانوا حبها وفاء وعرفان لها بهذه القيمة العظيمة تظل شجرة التبلدي كنزا يجب المحافظة عليه وموردا اقتصاديا متجددا يتطلب عمل وتحركا في سبيل استدامته وذلك باستذراع الشجرة في مساحات أوسع وسن قوانين لحمايتها من الاعتداء عليها شكرا لزملاء في الكنترول والتحية لمهدي العزيب على هذا التقريب الجميل اللي تابعناه في مساحة السابقة اشتركوا في القناة